اهلا بكم من جديد أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على جاهزيته التامة للمشاركة في بطولة العالم للرجل الحديدي التي تقام في مدينة جاتانوغا بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد خوض صموه تدريبات مكثفة ومتنوعة على مراحل طوال الفترة الماضية للإعداد بشكل جيد قبل خوض غمار المنافسة معربا سموه عن تطلح وأعضاء فريق مملكة البحرين لتحقيق مراكز متقدمة مواصلة للنتائج الإيجابية والإنجازات التي تحققت خلال المشاركات السابقة بما يبرهن على المستوى المميز والمكان التي باتت تحتلها مملكة البحرين في هذه الرياضة وقال سموه إن السباق يعد من أهم وأقوى النسخ في بطولات العالم للرجل الحديدي إذ يحظى بمشاركة عدد من الأبطال والمتسابقين المميزين من مختلف دول العالم والذين يتنافسون على تحقيق مراكز متقدمة إلا أننا نشعر بالارتياح التام من استعداداتنا الكبيرة خلال الفترة الماضية ونحن عازمون على الخروج بنتائج إيجابية مشرفة وتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى السجل في مملكة البحرين ولهذه الرياضة مبديا سموه ثقته في كافة أعضاء الفريق البحريني لاحتلال مراكز متقدمة في البطولة العالمية ونوه سموه بعد الطلاع على مسار السباق الذي حددته اللجنة المنظمة بأن مرحلة الدراجات تعد من أصعب المراحل وذلك بسبب وجود عدد من المرتفعات الصعبة والمرهقة ما يتطلب التركيز العالي والعمل بجد لتجاوز هذه المرحلة مؤكدا سموه على استعداده التام وكافة أعضاء الفريق لاجتياز جميع المراحل رغم ما تضمه من صعوبات ومعوقات وذلك بفضل الاستعدادات والتحذيرات العالية والقوية طوال الفترة الماضية مؤكدا سموه أنه يضع نصب عينيه تحقيق مركز متقدم وتشريف مملكة البحرين ورفع رايتها عاليا في هذا المحفل الرياضي العالمي كل واحد موجود عندك اليوم في هذا السباق هو حائز على المركز الثلاثة لوائل كلهم على البوديوم كلهم منافسين كلهم جايين للفوز السباقات اللي احنا نروح لها اللي يبغون يفوزون على عد الأصابع الباقين يبغون يكملون يبغون يفرحون يبغون ينجزون هني النوعية تختلف اليوم عندنا أربع تلاف مشارك هالأربع تلاف مشارك كلهم احرزوا مراكز متقدمة فتخيل نوع صعوبة المنافسة التضاريس صعبة احنا رحنا اليوم أمس على السيكل شفنا أن الأرض صعبة لكنه ما يهم هو النوع المنافسة هي الأصعب